هن مقطعين بالحقيقة يلي بوضحوا لنا شيء الابن ومن هو الابن لأنه الابن ممكن يعني أي شيء مثل ما شفنا ابن بالتوالد ابن بالخلق أو ابن بالطبيعة يعني التوالد حدا يخلف ولد عادي أنا عني ثلاث أولاد حضرتك عندك أكثر أو ابن وحيد فما المقصود في الموضوع هل هو جزء من الخليقة أو أنه هو خالق الخليقة إذا هو جزء من الخليقة أنتها الموضوع هو نبي من الأنبياء ورسول من الرسول فنحترمه علىها لكن إذا كان هو خالق الخليقة وهو مساوي للآب فعلينا أن نخضع لإعلان الله ولا أن نخضع الله لإدراكنا بالحقيقة يا رب هذه الفكرة صعبة علينا فإذن أنت يجب أن لا تكون كذلك هذا التكبرياء بشري أن أفرض على إلهي ماذا يجب أن يكون لأن عقلي استطاع أو لم يستطع أن يقبل حقيقة الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية الروحية ليس الله المخلوق على صورة الإنسان أمين صحيح مثلا نشوف خيب كولوسي سأمشي عليها بسرعة ونجنائف أكثر على العبرانيين بقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوتي ابن محبتي كولوسي 11-13 نقلنا من سلطان الظلمة ونقلنا أنقذنا ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي من هو هذا ابن محبتي كيف يصفه يعطي عشر صفات بسرعة شوية الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا وكل مطرح كل مقطع يتكلم عن عظمة ولهوت المسيح يذكر نفس الوقت صلبه وفداءه أول شيء لأنه لا ينفصل يسوع الإله عن يسوع الإنسان لأنه لو لم يكن إله لم سطع أن يخلصنا وثاني شيء كأننا نقول هو عظيم في لهوته وصار عظيما أكثر في نظرنا في فدائه هذا العظيم الإله الذي خلقنا تمثل وتشبه بنا معقول يصير الله إنسان هو مش معقول بس هو أراد ذلك نسمع عن ملك يتنكر ويمشي بين العبيد أو يمشي بين المساجين هو مش مجبور بس هذا خيار ومن أنا ومن أنت اللي نستطيع أن نقول الله لا يحق لك أن تصير الإنسان لو أراد فأول شيء هو الفادي اثنين الذي هو صورة الله من هون جاي كلمة أيقوني إيكون باليوناني وكلمة إيكون معناتها إمج أو ربريزنتيشن أو لايكنس لهو صورة طبق الأصل بفرق بين شبه وبين صورة شبه أنا بشبهك في أمور معينة صورة عندك صورة وحدة إذا واحد أخذ لك صورة هو صورة الله غير المنظور ثلاثة بكر كل خليقة البعض بظنوا بكر معناتها المخلوق الأول لا بكر بمعنى هو سيد كل خليقة ياريت في وقت نشرح كل وحدة منها وللأسف بسبب الوقت تماما رابعا فإنه فيه يحل خلق الكل خلق الكل فإنه هو الخالق وليس المخلوق كل شيء خلق خلق فيه ما في السموات حتى ما تغلطوا بس على الأرض ما في السموات ملائكي قدسين كوي وما على الأرض خمسة بقول الذي هو قبل كل شيء السرمدية الأزلية قبل أن يكون إبراهيم مش أنا كنت أنا كائن أنا موجود سادسا بقول وفيه يقوم الكل فيه يقوم الكل hold together متماسك يعني إذا كان هالكون وكل شيء من حولنا متماسك لأنه هو خلقه وهو ماسكه حاملا كل الأشياء بكلمة قدرة تماما وهو رأس الجسد الكنيسة هو الرأس الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات شيء البداء بقول آه شفت هون إليه البداية لا لا إذا شوف خي بقول هو البداية والنهاية فإذا بداية إليه بداية فإذا فيه عندنا مشكلة فيه إليه نهاية والمشكلة الأكبر إنه نفس الآية عن الله الله هو البداية والنهاية إذا مشكلة أن الله إنه بداية والمشكلة إليه النهاية نعم لا بقول البداية والنهاية الألف والياء يعني الكاتم الذي كان الذي يأتي يعني يعني الملائكة. من حتى يدعى الملك في مكان معين. الأرخ أو أرش. وهو البداء بكره من الأموات لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء. بالمسيح سرة أن يحل كل الملء. ملء الألوهية. بالصحة الثانية من بعده دغري بيقول عن المسيح. فإنه فيه يحل كل ملء اللهوط الألوهية جسديا. وشوف الثانية ما أهمها. هيا بتكفي. إذا فيه نقول هيا نوقف هون. بالمسيح يحل كل ملء. الملء يعني هالكباية إذا مملوقة لهون. وفضيت بالكامل فيما كل الملء هون صار موجود في الوعاء الآخر. كل ملء الألوهية حلت في المسيح. ما بقى فيه أوضح من هيك. بعدين بيقول وأن يصالح به الكل نفسي عاملاً صلح بداية مصلي به. يبدأ بالفداء بالعشر نقاط وانتهى بالفداء. كم ديئة بعد عنا؟ بس لا عشر بدي أخذ التفاصيل. يعني فيه تقريباً خمس دقايق. دقايق. خلينا نقل إلى العبرانيين اللي هي إذا بدك دروة الأمر. طبعاً. بنا نتأمل بس بثلاث أيات بالبداية الرسالة. واحد واحد. الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء في الماضي من خلال الأنبياء قديماً بأنواع ودرك كثيرة بوحي بعجيبة بمعجزة بظهور بملك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة مش من خلال ابنه ولكن في ابنه هو الرسالة. أنني أقول المسيح ما قال أنا أعطي الحياة قال أنا الحياة. ما قال أنا أعطي النور قال أنا النور. ما قال أنا أعطي الطريق أنا الطريق. فكلمنا المسيح هو الكلمة. هو الرسالة. وما عمله وما قاله. طيب. الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به يبدأ يتكلم عنه الذي به أيضا عمل العالمين الخليقة تمت من خلال الرب يصول المسيح هو الخالح وحدهم بشبه بقول أنه هذا مثل مهندس أنا عملتها البنائية لكنه استخدم المعمر والنجار وليس صحيح نحن بكل نبوات العال القديم والتصريحات عن الله أن الله خلقها بفعل مباشر قال الله ليكون فكان أنا المصور الأرض كلها من معي عدة مرات هو الذي صورها وهو الذي أسسها وهو الذي عملها فما في عنا خالقين الله بس شوف بعض التعبير المهمة جدا قال الذي هو بهاء مجده شو يعني بهاء مجده شو بهاء مجده سطوع توهج إشعاع ريديونس بريتنس إذا الله عنده مجد المسيح هو جمال هذا المجد ونرى مجد الله من خلال المسيح قال نحن تعرفنا على الله بوجه صور المسيح كيف تتفصلهم عن بعض البعض يكمل ويقول ورسم جوهره ربما ما في عبارة بمفهومي أنا أدق من هذه العبارة رسم جوهره الله عنده جوهر أسسنس سبستنس المسيح هو التعبير وصورة تبقى الأصل هذه معناية الكلمة ربما ما في عبارة ربما ما في عبارة صورة تبقى الأصل لأله لأله كل ما هو جوهر الله هو جوهر الإبن لأنه هو نسخة تبقى الأصل عن الله وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته هو الله القدير صنع بنفسه تطهير الخطيانة جلس في يمين الأعالي صائر أعظم منها هو ليس ملائك البعض بقوله هو ملائك هو صار أعظم من الملائكة والملائك تسجد له اشتركوا في القناة